بدأت القوات العراقية في التحرك نحو حقول النفطية وقاعدة جوية مهمة تسيطر عليها القوات الكردية قرب مدينة كاركوك في الوقت نفسه وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي القوات الأمنية بحماية جميع المواطنين في كاركوك من جهته قال مجلس الأمن التابع لحكومة كردستان عراق إن القوات العراقية والحشد الشعبي تتقدم الآن من تازج جنوبي كاركوك في عملية كبيرة وهدفها دخول المدينة والسيطرة على قاعدة كي واحد وحقول النفط موسيقى